ألا والله وغلق بعض المنتدى الأقلاع كيف حالكم؟ اليوم شرحي راح يكون عن حاجة خفيفة وصغيرة ممكن انها تكون مفيدة لبعض الشباب ألا وهي ملف تورنت إنشاء ملف تورنت طيب مداية هنا موقع الميني نوفا أعتقد الجميع عارفوا موقع الميني نوفا أولا ما تفتح موقع الميني نوفا راح تشوف ملفات بالداولود اللي انتم تبحثون عنها أصيسا في الأفلام والجيمز وإلى آخر الآن راح نروح من جهازك كيف راح تسوي ملف وكيف راح ترفع أول شي نروح على أبلود أتورنت أنك انت بترفع ملف تورنت نوصل هنا راح يكون هنا في تراكرات خلينا نقرب نشوف هذه هنا في الصفحة الرئيسية أبلود تورنت هذه هي التراكرات ناخد أول تراكر نسويه لكوبي بعد كده نرجع ونروح على برنامج تراميشيون تمام؟ ونضغط على الزر هذا يوكريت تورنت فيل ونروح على أحد الصور ننسخ التراكر هنا بعد ما نسوي بلس نسوي نسخ التراكر طبعا التراكر موجود تمام؟ لكن طيقته انك انت تسوي بلس وتسوي أوامر V وتلسق التراكر بعد كده تكتب الكومند تمام؟ www.eq.com.vp من رفع رمالي تمام؟ بعد ما تنتهي راح يقول لك هنا التورنت فايل موقع بالضبط وين؟ في الديسكتوب صور الرفع واسم الحلقة تحت يقول لك urban with created مجرد ما انه انت تسوي created راح يشتغل معك على طول احنا نسوي أوكي ألا هو موجود الآن يقول لك start with added تقول له أوكي الآن احنا سوينا أوكي طبعا هنا سيدنا عندي كثير لكن عشان نشوف الملف وينه راح يكون تحت خذنا ملف pictures هذا الملف اللي احنا ضفناه مباشرة على seed لان الملف موجود في جهاز طبعا الحين انا راح افتح المعلومات حكت الملف راح تلاحظون نفس اللي احنا كتبناه قبل شوي تمام الآن وننرح نرجع على موقع الميني نوفا نختار على تمام نشوف موقع الصورة وينه ندخل على صورة هذا ملف موجود عندي يعني مش ما راح يكون موجود عندكم لكن اه انتم عرفتوا الطريقة انه كيف يتخزن الملف الآن اختارنا الملف بعد كده اه تحدد اه ايش هو ملف بالضبط ايش الملف اللي انت راح اه ترفعه على الميني نوفا تحط قذر قذر تمام اه عربك اوكي بس طبعا انا حطر قذر لانه صورة ملها معنى لكن انتم ممكن تحطوهم التصنيف اللي انتم محتاجينه وانيميشن اه بوكس اه موز موز موزيك اللي اه تشوفونا مناسب لكم تمام بالنسبة للغات حبت اللغة اللي انت حابها للملف حقك بعد كده واضحني انا كعية كع عشينا عمونا هذا الوصف حق ملف التورنت اذا حبيت تكتب وصف الملف التورنت يعني اه مش فيه ملف التورنت بالضبط سواء من ناحية الحلقات او من ناحية المحتوى للملفات بعد كده نروح على التابنج ونكتب التابنج وهذا اللي ترا يطلع روحي دائما بالاغلاط ثلاث رفزه طبعا نرجع الان نختار ملف مرة ثانية طبعا اغلب الادات بتكون موجودة لكن نرجع ونحط نقوم بطلع نقوم بطلع نقوم بطلع نقوم بطلع ثانية هذه ونحط صعبا هنا هنا الاشكالية في الصورة في الصورة وثالث دعا حقوق انتكتر انتكته جزء انتكتر إن شاء الله نتوقع أن نكون صحي المرة ننتظر طبعاً التورنت مفيد من ناحية السيدز للملفات الصغيرة أو حتى للملفات اللي 500-600 ميجا بايت يعني بين النقل بين الأصحاب أو اللي حاب ينزلها في المنتدى كتورنت لأنه ما يلزم كتورنت أنك أنت تستغل سرعتك كاملة الآن وصلنا للصفح الثاني وعدنا بسلامة قلت لك تورنت ابلودت تمام انه اوكي خلاص انتهينا بعدين حطلك هير إذا بغيت تشيك تضغط هنا اللي هو تشك يور أدد تورنت خلينا من الكلام هذا هو راح يقول لك الآن تحت هنا ثلاث خيارات تبغى تحطوا برايفت خاص فيك يعني أنت تعطي الملف لأي أحد ويقدر يحمله أو تبغى تحطوا ببلك كل اللي موجودين بالمنونوف يشوفه أو ما تدري تخليهم هم اللي يتصرفون يحطوا حنا ببلك في الغالب أفضل على اساس انك لو رقعت الرابط أو شي تلقاه تمام الآن نرجع لنفس الصفحة ونروح على صفحة الملف حق التورنت تمام الآن هذا هو موجود الآن عادة راح يطلع لك الشير ريشيو لكن في حالة انك انت رفعت قول كده من نفس الاي بي على اساس انه يكون عارف الصراحة حقتك ويحدثه لك لكن حاليا يقول لك انا ما ادري لان انا اول مرة بصراحة ارفع عن طريق الجهاز هذا وان شاء الله تكون وصلت لكم المعلومة عن كيفية انشاء ملف تورنت ورفعه على موقع المنينورا طبعا هذه البيانات حق الملفات اللي موجودة الملفات اللي انتم اضفتوها اسم الملف الهاش حق التورنت نفسه متوظيف آخر تحديث له الحجم الكلي التراكر تقريبا بس هذه الاشياء المهمة لكم من ناحية موقع المنينورا الله يعطيكم الآفية اي استفسار اي سؤال ممكن تضعون لي في الموضوع اللي انتم muffز بلاك اخبروا بشأن